النهاردة في دوري أبطال أوروبا مباريات في منتهى القوة ريال مدريد بيفوز على تشيلسي في عقر دارو في ستانفورد بريج 3-1 هاتريك لأفضل مهاجم في العالم في الوقت الحالي كاريم بن زيمة هاتريك في الدقيقة 21 و24 و46 أول هدفين رأسياتين رائعتين من لاعب فز واحدة منهم زي الساروخ براسه أكنه شايتها برجله التانية فيها مهار التوجيه مش طبيعية والهدف الثالث جابه بخطأ من مين؟ من أدوارد مندي حارس شيلسي حارس المنتخب السنغالي خطأ فادح جداً عشان يفوز ريال مدريد 3-1 بالمناسبة هدف شيلسي جابه كاي هافرد في الدقيقة 40 هدف الوحيد كده ريال مدريد قطع شوت طويل جداً للدور القادم في دوري أبطال أوروبا مفاجأة بقى أنا في رأيي مفاجأة وأعطاك في رأيي كثير من الناس مفاجأة بيريال النهاردة حتى لو على ملعبه فاز اليوم على بيرني ميونيخ 1-0 هدف بيريال جيه في دقيقة 8 عن طريق أرنوت شرونتبالد واحدة من المباراة الكبيرة لبيريال بيريال على فاكرة عامل أداء محترم جداً وأداء مميز جداً في دوري أبطال أوروبا حاجة رائعة بالمناسبة في مبركات في الدولة الإنجليزي النهاردة فاز فيها بيرني 3-2 على إيفرتون طيب